في خبر آخر وصف وزير الخارجية الجزائر أحمد عطاف إحالة المتابعات القضائية ضد اللواء المتقاعد خالد نزار من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بالأمر غير المقبول وأن ذلك يعد تدخلا في الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة جاء ذلك في مكالمة هاتفية تلقها عطاف من نظره السويسري إنياسيو كاسيس تمحورت حول آخر التطورات المسجلة في الملف بيان عن الخارجية الجزائرية نقل عن عطاف تأكيده أن القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها وأن الحكومة الجزائرية عازمة على استخلاص النتائج معربا عن أمله في بذل كل الجهود لتفادي أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر والسويسر نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها والحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية معربة عن أملها في بدل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسر نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح ترجمة نانسي قنقر